السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس معالم التربية الأهلية ونلتقل اليوم في درس جديد من دروس الكيمياء وهو الدرس الرابع بالباب الثالث الأنوية أغير المستقرة والتحلل الإشعاعي كما يتضح أمامك عزيزي الطالب أن الفكرة الرئيسية للدرس تتناول الظرات غير المستقرة تصدر إشعاعات للوصول إلى حالة الاستقرار بمعنى أنه كل الظرات تميل إلى أن تكون مستقرة بطرق عدة ومن ضمن الوسائل التي تلجأ إليها الظرة للوصول إلى حالة الاستقرار هي إطلاقها للإشعاعات في درس اليوم إن شاء الله هنحاول أن نتوصل إلى تفسير العلاقة بين الأنوية غير المستقرة والتحلل الإشعاعي كذلك سوف تتمكن بنهاية الدرس بإذن الله أن تصف بعض أنواع الإشعاعات مثل أشاعة ألفا وأشاعة بيتا وأشاعة جانا بداية نطلق على العملية التي تقوم بها الظرة لإطلاق الإشعاعات تسمى هذه العملية بالنشاط الإشعاعي وتسمى الإشعاعات التي تنبعث من الظرات أو الجسيمات التي تنبعث من الظرات تسمى هذه الجسيمات أو الأشاعة تسمى بالإشعاعات إذن لدينا مصطلحين مهمين مصطلح النشاط الإشعاعي وكذلك مصطلح التحلل الإشعاعي التحلل الإشعاعي المقصود به إصدار الظرة للإشعاعات بهدف الوصول إلى حالة الاستقرار من أنواع الإشعاعات التي تصدرها الظرات سوف نتناول بالشرح ثلاث أنواع من الإشعاعات وهي على الترتيب أشاعة ألفا وأشاعة بيتا وأشاعة جاما بداية أشاعة ألفا أشاعة ألفا تتكون من جسيمات ألفا وكل جسيم من جسيمات ألفا يحتوي على 2 بروتون وكذلك 2 نيوترون وهذه الأشاعة شحنتها موجب 2 وهي تعادل نواة ذرة الهيليام الهيليام اللي هو رمزه HE 2-4 ويؤدي انبعاث أشاعة ألفا من الظرة إلى مقصان العدد الذري للعنصر بمقدار 2 ونقصان العدد الكتلي بمقدار 4 ليتكون عنصر جديد أكثر استقرارا طيب ليه يا أستاذ العنصر الجديد أو ليه انبعاث أشاعة ألفا بتؤدي إلى نقصان العدد الذري بمقدار 2 والعدد الكتلي بمقدار 4 لأننا قلنا قبل شوي أن أشاعة ألفا هي عبارة أو هي جسيمات تحتوي على 2 بروتون و2 نيوترون وبالتالي عندما تنبعث هذه الأشاعة من ظرة ما فإنها تفقد 2 بروتون وكذلك 2 نيوترون ونحن نعلم أن العدد الذري هو عدد البروتونات ولذلك ينقص العدد الذري بمقدار 2 ونعلم أن العدد الكتلي هو مجموع البروتونات والنيوترونات ولذلك ينقص أو يقل العدد الكتلي بمقدار 4 وكما هو موضح أمامك في المعادلة التي توضح تحلل مادة الراديوم العدد الذري ليها 88 والعدد الكتلي 226 عندما تتحلل بانبعاث أشعة ألفا فإنها تتحول إلى الرادون 222 وهو الرادون عدد ذري 86 والعدد الكتلي 222 وستلاحظ كما ذكرنا قبل أن العدد الذري قد نقص بمقدار 2 كان 88 وصار 86 بينما العدد الكتلي قد نقص بمقدار 4 كان 226 وصار 222 وبالطبع انطلق قوسيم ألفا أيضا من الجسيمات التي قد تنبعث من الظرة للوصول إلى حالة استقرار أشعة بيتا أشعة بيتا هي عبارة عن جسيمات وهذا الجسيم عبارة عن إلكترون له شحنة سالبة وحادية زي شحنة الإلكترون العادية ولكن الفرق بين أشعة بيتا والإلكترونات العادية ماذا؟ أننا نعلم أن الإلكترونات تدور حول النواة ولكن كما ذكرت أن أشعة بيتا هي إلكترون ولكن مصدره من داخل النواة طيب إزاي يا أستاذ؟ إذا كان النواة ما فيها غير بروتونات ونيترونات نعم صحيح لأن مصدر هذا الإلكترون هو أن أحد النيترونات داخل النواة يتفكك إلى طبعا نحن نعرف أن النيترون متعادل يعني كأنه على موجب وعليه سالب يبقى متعادل فيتفكك النيترون إلى شحنة موجبة اللي هو البروتون وإلى شحنة سالبة اللي هي الإلكترون وينبعث الإلكترون خارج النواة في صورة أشعة بيتا ويبقى البروتون داخل النواة ليزيد العدد الزري بمقدار واحد بمعنى أن انبعاث جسيمات بيتا وأشعة بيتا السالبة من زرة العنصر تؤدي إلى زيادة العدد الزري للعنصر بمقدار واحد كما يتضح في التفاعل التالي اللي هو تحلل عنصر الكربون C6-14 أو نظير الكربون C6-14 تحلل إلى النيتروجين N7-14 عن طريق انبعاث أشعة بيتا ستلاحظ أن العدد الزري كان 6 في الكربون ثم زاد بمقدار واحد لأن كما ذكرنا أن انبعاث بيتا يؤدي إلى زيادة العدد الزري بمقدار واحد في الشكل الذي أمامك وموجود في الكتاب الشكل 21-3 هذا الشكل يوضح لك تأثير المجال القهربائي على أنواع الأشعة ستلاحظ كما ذكرنا أن جسيمات ألفا شحنتها إيه؟ قلنا شحنتها موجبة موجبة 2 ولذلك ستلاحظ أن جسيمات ألفا تنجذب نحو الصفيحة السالبة الشحنة لأن الموجبة ينجذب للسالب بينما ستلاحظ أن جسيمات بيتا اللي قلنا شحنتها سالبة لأن هي عبارة عن الوكتونات سالبة مصدرها من داخل النواة وبالتالي جسيمات بيتا عارفين أن الشحنتها سالبة فستلاحظ أنها ستنجذب نحو الصفيحة الموجبة وستلاحظ كذلك أنه توجد بعض الأشعة لم تنجذب لا إلى الصفيحة السالبة ولا إلى الصفيحة الموجبة وهذا هو نوع الثالث من الأشعة الذي سنتناولها وهي أشعة غامة طيب ليه يا أستاذ لم تنجذب إلى الصفيحة السالبة أو الموجبة لأننا كما سنعلم الآن أن أشعة غامة هي أشعة غير مشحونة يعني لا تحمل شحنة وبالتالي لن تتأثر لا بالسالب ولا بالموجبة إذن النوع الثالث من الأشعة التي قد ينبعث من الظر للوصول إلى حالة الاستقرار هي أشعة غامة وأشعة غامة هي أشعة طاقة عالية جدا لها طاقة عالية جدا وليس لها قتلة وكذلك كما ذكرت أن ليس لها شحنة أو بنقول متعدلة الشحنة ولذلك فهي لا تتأثر لا بالمجال المغناطيسي ولا بالمجال القهربائي ورمز الأشعة غامة واضح أمامك كما هو مكتوب أمامك في الصفحة نهاية هذا الجدول الجدول الخمس ثلاثة يوضح لك بعض الفروق الأساسية ما بين أنواع الإشعاعات الثلاثة ألفا وبيتا وجامة بداية طبعا من حيث الرمز يتضح لك الفرق بين رمز ألفا ورمز بيتا ورمز جامة وكذلك من حيث الشحنة وهذه أيضا نقطة مهمة شحنة ألفا قلنا موجبة موجبة 2 أما شحنة بيتا سالبة وشحنة غامة قلنا ليس لها شحنة ملاحظة أخيرة قبل اختام الدرس لابد أن ندرك أن أي تغير في نواة العنصر أو أي تفاعل داخل نواة العنصر يسمى التفاعل النووي يسمى التفاعل النووي إذن درس اليوم تناولنا فيه باختصار السلوك التي تتبعه بعض الظرات أحيانا للوصول إلى حالة استقرار وهو عن طريق إصدار الأشعة المختلفة من الظرة وتناولنا مفهوم النشاط الإشعاعي وكذلك علمنا أن مفهوم التفاعل النووي هو التفاعل الذي يحدث في نواة الظرة كذلك تناولنا مفهوم التحلل الإشعاعي وتناولنا بالشرح والتفصيل بعض أنواع الإشعاعات مثل أشعة ألفا وأشعة بيتا وكذلك أشعة جاما هذا وصلى الله وسلم على محمد ومع خالص نياتي بالتوفيق وأن لأحل جميع عدت الله عبد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته